اشتركوا في القناة هو جزء من العملية المتكاملة التي يستند عليها كيان الاقتصاد ليمده بالنشاط اللازم وهو القطاع الواعد الذي يغذي بدن عالم المال والأعمال بسيرورة تتحقق معها تلك العملية المنشودة التي تشهد حصول تقدم وتحول نوعيا على مستوى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالشكل الذي يسرع من تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة أيده الله إذ لطالما كان وما زال قطاع الخدمات المالية يحظى باهتمام كبير من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتبني لباقة من الخطط والمبادرات الهادفة الرامية إلى إحداث تطوير يصب في خانة تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية المنشودة وتدفع بها نحو مستويات أكثر تنافسية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن بالدرجة ذاتها إن افتتاح المبنى الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في منطقة خليج البحرين يأتي كإضافة نوعية للقطاع المالي والمصرفي في المملكة وهو ما يعد خطوة عظيمة ومدروسة ستنعكس بمخرجاتها الحميدة على عملية خلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين وتدعيم مركز البحرين الريادي في المجال المالي والمصرفي من جانب والمواصلة في تعزيز دور المراسسات التعليمية والتدريبية في قطاع الخدمات المالية ومختلف القطاعات الاقتصادية من جانب آخر بما يسهم نحو الاستثمار الأمثل بالكوادر الوطنية ورفع كفاءة الآداء وفق أولويات خطة التعافي الاقتصادية وبما يتوافق مع استراتيجية البحرين المتعلقة بتطوير قطاع الخدمات المالية 2022 و2026 إعطاء الحلة الجديدة للمعهد تكسبه رونقا آخر يليق ببعده التاريخي الذي يمتد إلى أكثر من أربعين عاما من المنجزات التي ساهم في تسجيلها ويتوائم مع الدور الذي اعتاد المعهد على القيام به في خط مسارات متنوعة من العلاقات والشراكات الدولية الفاعلة مع المعاهد العالمية المتخصصة في المجال المالي والمصرفي والذي عزز من دوره الحيوي في تدريب وتطوير رأس المال البشري على مدى أربعة عقود إلى جانب سعي المعهد الجاد إلى إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والشراكة مع مؤسسات مرموقة لزيادة مخزون البرامج التدريبية المتخصصة إلى أكثر من 600 برنامج اشتركوا في القناة